شاهدين إلى الشرق الأوسط اليوم مع ماذا كتب محمد شقير إنجاز الانتخابات يدخل لبنان في أزمة حكومية ولاحقا رئاسية الخشية التي تحدث عنها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من أن تكون البلاد مقبلة على إشكالات سياسية جديدة تأتي في محلها وليست معزولة كما يقول مصدر وزري بارز عن الأجواء الضبابية المحيطة بمرحلة ما بعد الانتخابات النيابية ويؤكد المصدر الوزري أن اجتماع مجلس الأمن المركزي برئاسة وزير داخلية بس مولوي انتهى من وضع اللمسات الأخيرة على التوصيات التي اتخذها المجلس الأعلى للدفاع ويقول بأنه أوكل مهمة الحفاظ على أمن مراكز الاقتراع إلى قوى الأمن الداخلي في مقابل تكليف الجيش بضبط الأمن خارج صندوق الاقتراع في كافة المناطق اللبنانية على أن تتولى الأجهزة الأمنية من مخابرات الجيش وشعبات المعلومات والأمن العام وأمن الدولة مهمة الاستعلام الأمني الاستطلاعي لرصد أي محاولات للإخلال بالأمن أو استهداف مراكز الاقتراع وقطع الطرقات لمنع الناخبين من الوصول إلى المراكز المحددة لهم للإقتراع يلفت المصدر الوزري للشرق الأوسط إلى أن الاستعلام الأمني يشمل المناطق المحيطة بمخيمات اللاجئين الفلسطينيين في لبنان أو الطرقات المؤدية إليها والأماكن التي يقيم فيها النازحون السوريون ويؤكد أن التحضيرات تشمل أيضا ملء الفراغ في حال تخلفت عناصر تابعة لقوى الأمن عن الالتحاق بمراكزهم داخل مراكز الاقتراع مع أن عددها يقترب من 17 ألف بين ضابط ورتيب وعسكري إضافة إلى توفير الحماية لمولدات الكهرباء سواء تلك التي أمنتها البلديات أو أصحاب الموالدات لمنع التعدي عليها لألا يؤدي ذلك إلى انقطاع التيار الكهربائي ويسأل المصدر الوزري ما إذا كانت الطريق سالك سياسيا لتشكيل حكومة جديدة على وجه السرعة لألا يدخل لبنان في أزمة مديدة تستدعي التمديد للحكومة الحالية وتحويلها إلى حكومة تتولى تصريف الأعمال على نطاق ضيق وقبل التأني في استقرار توزع الكتل النيابية بين موالات ومعارضة فإن هناك من يرشح الرئيس ميقاتي لتولي رئاسة آخر الحكومات في العهد القوي لعله يستطيع إعادة تعويم الضمانات الدولية التي أعطيت له ويقول إن ميقاتي وإن كان لا يزال الأوفر حظا لتولي رئاسة الحكومة فإنه لي يغامر بما تبقى لديه من رصيد ليوافق من دون شروط على توليها من دون أن تتجاوب الكتل النيابية مع شروطه ليأخذ مجددا مغامرة الإنقاذ من دون الالتفات إلى دور عون وما إذا كان سيفرض شروطه لتعويم وريثه السياسي جبران باسيل رغم أنه يدرك أنه لم تعد لديها أوراق سياسية ضاغطة وهو يستعد لمغادرة القصر الجمهوري إلا إذا استحضر مجددا حروب الإلغاء والتحرير التي كانت وراء إبعاده إلى فرنسا طبعا أثناء توليه رئاسة الحكومة العسكرية لذلك فإن عون قبل إنجاز الاستحقاق النيابي هو غيره اليوم ولم تعد لديها القدرة للاستقواء بورقة الانتخابات النيابية لقاء إفراجه عنها بعد أن واجه إصرارا من المجتمع الدولي على إنجازها في موعدها كما أن حزب الله وإن كان لا يزال في حاجة إلى الغطاء المسيحي لسلاحه فإنه ليستخدم ما لديه من فائد للقوة لتعطيل تشكيل الحكومة لأنه سيصطدم بموقف فرنسي متشدد مع انتخاب الرئيس إمانويل ماكرون لولاية رئاسية ثانية